أهلاً 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 بأعز الحبايب أعز الحبايب هنا هو المجتمع المصري أو الشعب المصري ككل وأظن أنه أنا بقولك الكلام ده لأنه دي قرارات النهاردة بتقول كده بتقول أنه الشعب المصري هو أعز الحبايب فخامة الرئيس فعلاً مشكوراً جداً 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 جدا خد مجموعة القرارات المتعلقة بأكبر حزمة حماية اجتماعية أظن حصلت في تاريخ بلادنا مش هقولك بقى في العشر شين اللي فاتوا ما حصلش ان احنا خدنا حزمة بهذا الكم وبهذا الحجم قبل كده ولما تيجي تبص كده هتلاقي انه على سبيل المثال احنا لسه مزودين الحد الأدنى للأجور زي ما حضرتكم عارفين قبل كده كان وصل لحوالي 4000 جنيه المرة دي وصل ل 6000 ده معناها زيادة الحد الأدنى للأجور 50% وهنتطرق لكل التفاصيل بتاعت قرارات النهاردة لكن خلينا اقول لك كلمة يراها المزيع مهمة جدا قوي خالص بعد القرارات دي لي دايما النصيحة بتاعت ايه شوفوا يا جماعة للأسف الشديد السوق المصري التجار المصريين اللي في منهم كتير محترمين جدا وفي منهم للأسف البعض مش على قد المستوى من المسئولية عشان بس ايه ما بقاش بدي حد كتف وقد يكون كوع غير قانوني بس ما ماش على قد القدر من المسئولية ولا الإحساس بالمواطن في البعض عديم الإحساس عديم الإحساس لما بتحصل دايما قرارات من النوع ده أنا رجل شهردة تسعة واربعين سنة كلها كم يوم وتم التسعة واربعين ايه عالقفل وبالتالي أنا شفت مثلا كان زمان فاكري انتوا الخطاب الشهير بتاع شهر ماي والمنحة يا ريس طيب حاضر وهنشوف وبطد كلام الله اللي كان غير لطيف اللي كان بيتقال في هزا النوع من الاجتماعات زمان وان صغير بس المهم كانت تنزل المنحة يا ريس وتنزل العلاوة مولانا وتاني يوم هو بس تتقالي الجملة بتاعت خلاص هنرفع مش عارف 5% ولا هننزل العلاوة 3% ولا 7% نفي اول ما تتقالي الجملة هب تلاقي كله راح منطة الاسعار لفوق فيخلقوا ايه بقى يخلقوا شكل من اشكال الموجات التضخمية اللي ملهاش اي معنى ولا اي لازمة وكأنه الناس للأسف تجار اي سلعة او خدمة او منتج كل شغلهم الشاغل ازاي يدب ايده في جيب المواطن ويسحب فلوسه طيب علشان ده ما يحصلش وحتى لا تتكرر هذه المشاهد اللي كنا بنشوفها من 30 ومن 40 سنة النصيحة ايه الحكومة بكل اجهزتها الرقبية الحكومة بكل اجهزتها الرقبية الحملة اللي بدأ من جهاز حماية المستهلك بقى لها هو يومين حلوة لا ده نعايزها احلى واحلى 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 طيب وتشتغل الفترة الجاية تشتغل الفترة الجاية قد ايه لا ده تشتغل كده مش بقى لحد الاسبوع الجاية ولا العشرة تيام لحد يوم 22 مارس اشمعنا يكون عد اول عشرة تياما رمضان انا مش طالب منكو حاجة غير انكو تفضلوا مشددين الرقابة على السوق وبمنتهى الكسافة ويماتي كل يوم كلمتي الشهير كل يوم كل يوم كل يوم وغير المناطق وروح لأبعد كفر ونجع ويرجع للأسواق المركزية بتاعة المدن خلي السوق يتعدل فتتعدل الأسعار تتضبط فرصة فرصة انه الدولة قدرت انها تنزل وتهبط سعر الدولار في السوق الموازي من قصين السوداء ربما يسودها عليهم حلو كده دلوقتي عندي قرارات حماية عظيمة يبقى دي انا بنزل السعر بتاع السوق الموازي والأجهزة الرقابية بتشتغل بكل ما اتيت من قوة بكل ما اتيت من قوة ساعتها هتلاقي السوق ماشي على البيكو كلنا عارفين ان التجار اول ما يشوف في قرارات في زيادة المرتبات المعاشات علوات الاخ 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 بس يلا بنا نزود الأسعار بمزاجه ويظن انه عايش في فوضى بس لا فاحنا بنقول ايه لا هي دولة وحكومة عشان كده الحكومة انزلوا كلكو في الشوارع والأجهزة الرقابية المصرية عندنا لها حقوق واسعة في الضبطيات القضائية والإحالة والتشميع والمصدرة والقانون المصري القانون نفسه صارم يحتاج لإيه للتطبيق الكامل والفعلي والمستمر مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة طب ليه عم يوسف عايزها لحد يوم عشر رمضان اقول لك عشان تبقى الدنيا استقرت بقى وهدية والسوق يعرف ان البلد دي فيها حكومة حديد ما بتهزرش ادي واحد اتنين اهالينا احنا الناس كلنا نقدر ننزل ونشتري حاجتنا ونبقى عشايفين ان الحاجة ما بص الحاجة متوفرة اولا لا هي متوفرة تجار بيعملوا ايه بيحبسوها وبعدين يطلعها بالغلى والكاوة فاحنا لقى بقى احنا حكومة مش هنسكت الدخلية عندهاش اي مانع الدخلية شغالة الدخلية جهاز تنفيذي هو اخر حلقة في التنفيذ الدخلية دي هي اللي هتروح تمسك الناس تتحول بعد كده الناس دي لقى حالة للنيابة سلاموا عليكم لكن فيه قبل الدخلية فيه الاجهزة الرقبية بقى بتاعة وزارة التموين انا عايز بقى وزارة التموين كلها دون استثناء حماية المستهلك طبعا الزراع الاكثر قوة الكل ينزل الشارع هل الحكاية صعبة لا ما هيش صعبة ولا حاجة زي ما كنت بقولك يعني انا بقالي دلوقتي النهاردة هو بقالنا دخلين اليوم السابع على التوالي في عندنا انخفاضات في العملة الصعبة جوه السوق الموازي فده من شأنه يقلل السعر يقلل السعر والحكومة والاجهزة الرقبية شغالة المواطن اللي يدور طبعا اللي يدور وانا بقوله اي مواطن يشوف اي مخالفة سعرية ما تسكتش اتكلم وبلغ وارفض ابدا انه حد يساومك يعني يجي التاجر يقولك ايه اه طب بص لو لك بقى بتتكلم في تاجر اه بص طب مش عاجب او ممكن يقولك ايه الله مش عاجب فيه تاجر يعمل لك كده مش عاجبك السعر بلاش خد من حتة تانية قلو مالو اطلع بره المحل يا باشا كده وقف تربت تربت يا جماعة المحل الفلاني في العنوان الفلاني اسمه كذا بيبيع اللبن بالسعر كذا بيبيع الزيت كذا بيبيع السمنة كذا بيبيع الخضر كذا بيبيع الفكهة كذا اللحمة كذا البيض كذا الدواجن كذا تسكت ليه على حقك عشان ايه نسكت يعني ايه هنتسرق ونتفرج لا ما نسكتش طيب حاجة تانية بقى وده يعني طلب شخصي انا عارف انه هذه الوزارات الحقيقة يعني كده كده بتعمل ده من نفسها عندنا المنافذ بتاعة الجيش منافذ وزارة الدفاع ومنافذ وزارة الدخلية وطبعا فيه منافذ الشهيرة بتاعة وزارة التموين انا كل اللي طالبوا يا جماعة معلش احنا هنتقل عليكم حبتين جيش ودخلية يعني جيش وشرطة والتموين لازم يا جماعة تكتروا برضو زياد اللي هو ايه بقى كسفولنا المعارض كسفولنا المنافذ حتى المتحركة يعني فيه منافذ السابتة اللي بتبقى موجودة على شكل مثلا محلات واكشاك سابتة وما الى ذلك وفيه العربيات المتحركة معلش هنتقل عليكم حبة كمان احنا متقلين كتير احنا متقلين من 2011 انا عارف والله العظيم عارف وعندي يقين بس معلش البلد دي ملهاش غيركو الناس ملهاش غيركو الناس بتتشعبط فيكم انتم الحماية فكسفولنا العربيات والمنافذ المتحركة وزودولنا اعداد البضاعة انا عارف انه ساعتها بتنزل حاجة بسعر حلو وظريف ومهاود وانتوا دايما نشغلين عليكم بس احنا عايزين نكسف الفترة دي يعني ده رجاء من مش بس موزيع رجاء من مواطن مصري بقول لكم بعد اذنكم لو سمحتوا زودولنا كميات البضاعة اللي موجودة في المنافذ بشكل عام متحركة كانت او سبتة وزودولنا نوعيات او نوعيات المنتجات مش بتكلمينا على المركات زودولنا منتجات اكتر كده كده مش هوصيكو على السعر انتم متوصيين بنا ميت فل واربعتاشر يعني بس نزود بقى عدد العربيات اللي بتتحرك الشهر الكريم اللهم بلغنا رمضان قادر يا كريم خلاص على الابواب ان شاء الله تقريبا 11 مارس ونبدأ شهر رمضان الكريم المبارك المبادرات دي بتأثر اوي 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 على جبل مواطن بتفرق معاه وبتحفظ التوازن ده فعلا امن قومي ولانه ده امن قومي ولانه فخامة الرئيس السيسي فعلا مش ظهر قبل اي شيء مواطن ومواطن حقيقي مصري كما يعني تعني الكلمة وعارف احوال المصريين ويمكن في اي من المناسبات ويمكن كان اخرها مناسبة عيد الشرطة وتكلم على المواطن وتكلم ان هو عارف يعني ايه المواطن بيعاني وبيلومش المواطن على اي شيء من اللي بيعمله خالص ومش هافصر اكتر من كده لا يلوم الرئيس لا يلوم المواطن ولم يلوم المواطن على شيء خالص لهذه الاسباب ولانه هذا الرجل فعلا فعلا ربنا يكرمه يا رب ويجبر بخاطره زي ما بيجبر بخاطر الناس لانه كل شوي احنا ما بيعديش خمس ستة شهر وبينلاقي حزمة جديدة طول الوقت ده معناه ايه ده معناه ان انت عندك رئيس جمهورية عينه وودنه وعقله وقلبه وروحه طول الوقت مركز مع المواطن وعاوز يعرف المعاناة فين وفي انهي جهة وبتتحل ازاي وهنحلها ازاي عشقا دايما كنت بقولك ولا مرة وعدنا بحاجة وخلف الرئيس زمان قال جملتين اكتر من رائعتين في سنة 2014 وارجو ان احنا ما ننساهمش الجملة الاولى اللي قالها الرئيس قال ان هذا الشعب لم يجد من يحن عليه وعلشان كده كانت كل اجراءاته متعلقة بهذا الحنو على المواطن المصري مفيش حاجة في وسعه يعملها وما عملهاش مفيش حاجة مجتش على حتى بالنا إيه لو لقنا برضو بيفكر فيها يعني اللي مجاش على البال كان بيفكر فيه ويعمله ويشتغل عليه احنا ما كانش على بالنا ابدا انه لما البلد بسبب ما يحدث في العالم في اغلب العالم بالمناسبة يؤثر على اقتصادنا واقتصاديات الاسواق الناشئة بهذا الشكل وانه برضو بنلاقي البضاعة هتقول لي غالية هقولك وبيخفف علينا فبيشتغل معنا ازاي بيشتغل معنا بطريقة الحماية الاجتماعية بيشتغل معنا بطريقة المنافذ بتاعت التموين منافذ الجيش منافذ الشرطة الى اخيره زود في البضاعة قلل في الاسعار اعمل مبادرات اعمل عروض وهكذا معارض طول الوقت اصبحت هذه الامور شغالة معنا الحمد لله اللي 12 شهر طب انت يوسف عايزة زود بص الطمع في الخير فضيلة وليس نقيصة الطمع في الخير لكن الطمع في جيوب الناس هو ده النقيصة الكبرى ربنا يجبر بخطرك زي ما بتجبر بخطر الناس والله العظيم وزي يا فندم ما بتخفف عنهم والنهار ده كمان ليلة الاسراء والمعراك كل سنة وانتو طيبين وبالف صحة وسلامة ربنا سبحانه وتعالى يكتب جبر الخاطر للريس والشعب والبلد دي قولوا باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله كل الامور هتتحل